احنا قعدنا ندور على تأملات روحية عن عيد الغطاس المجيد في الحقيقة مفيش مراجع كتير متوفرة بعد البحث شويتين تلاتة في صلوات الكنيسة اكتشفنا ان ألحان كنستنا والصلوات كنستنا تروحات، إبصاليات، زكسولوجيات مليانة بالمعاني الروحية الجميلة مش بس المعاني اللاهوتية لكن كمان معاني روحية جميلة جداً نقدر نستفيد بها في حياتنا والحقيقة بقنا كانوا شطار جداً في ده انهما لما عملوا طقس الاحتفال بالعيد كانوا عاملين طقس بيخاطب الكيان الإنساني كله ما بين قراءات بتخاطب العقل وما بين صلوات والحان بتخاطب النفس الإنسانية وما بين جسد بيشترك في الصلاة والعبادة تفضل أثناء صلوات العيد تسمع ألحان جميلة يمكن المعلم يطول شوية وتلاقي اللحنة طول حبتين تلاتة وسرحت تلاقي الزكسولوجية الزكسولوجية تجيلك بلحنة نشيط يصحصحك فاتتك الزكسولوجية بسرعة اسمع بقى الإبصالية فيها كل المعاني اللي المفروض تتعلمها في العيد لو ملحقتهاش ومركستش تلاقي الطرح الطرح ده بيبقى تفسير في كل ملخص اللي فيتك قد إيه كنساتنا جميلة حينئذ امتلأ فمنا فرحان وليسنا تهليلا لأن ربنا يسوع المسيح اعتمد من يوحنا لأن الرب آتا واعتمد لقلي خطيانا وأنقذنا وخلصنا برأفات عظيمة تعالى يا جاود في وسطنا اليوم لتنطق بكرامة هذا العيد صوت الرب على المياه إله المجد أرعار البحر رأى فهرار والأردن رجع إلى خالف ما لك أيها البحر رأى إثبت لي كي تتبارى أقليلو يا أقليلو يا أقليلو يا أقليلو يا أقليلو يا إيسوس بخريستوس بشيري مفنوتي قافت شيء مسخن بيرزاني هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت تخيلوا لو كل واحد فينا يسمع جملة زي دي من ربنا بتتقاله بطريقة شخصية ليه هو بس أكيد هقولها تلقائين يا رب طب إزاي أفرح قلبك إيه اللي ممكن أعمله لخليني أستحق أسمع منك كلمة ابني حبيبي النهار دين ما انتمدتنيش فرصة كامل الآية هي كمالة الآية له اسمعه يعني باختصار عايز تفرح قلب ربنا عايز تفرح الله القاب اتبع خطوات وتصرفات الابن الوحيد يسوع المسيح واسمعه وشوفه بيعمل ايه ويعمله زي مع ان يسوع كان بلا خطوية لكنه شال حملة تقيل على كتفه خطايا أنواع واشكال لأجيال كتيرة أخد الحملة ده وظهر بيه وسط الجموة ما كانش مكسوف من الخطايا لأنه كان عارف ان هو نايب للبشرية كأنه بيعلمني وبيقول لي تعالى ما تكسفش من الضعف اللي فيك ما تخافش من خطييتك تعالى عترف بيها ورميها علي هنكمل مع بعض الزكسولوجي يسوع المسيح اعتمد في نهر الأردن كل سنة وانتو طيبين الإله الوحيد الجد جاء إلى نهر الأردن والصورة التي فسدت وماتت بالخاطية جددها مرة أخرى بعبادلتا وهزم رأس الدنين عالميا نهر الأردن رأيت الروح الكدوس لما نزل من السماء وسامعت صوت الآب صارخا قائلا هذا هو ابن حبيبي الذي سرات به نفسي وصنع ما شئاتي فاسمعوا إذا الله بهذا نفرح ونردل مع الملائكة الأطهار بتهليل قائرين المجد لله في العولى وعلى الأرض السلام وفي الناس المصر لأنه سر بك اللذيب له المجد إلى الآباء هالليلويا إيسوس بفرسطوس بشيري مهنوتي قابتش قط بيرزاني هالليلويا 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 يسوع المسيح ابن الله اعتمد في نهر الأردن موسيقى موسيقى جددها مرة أخرى بعباد الله وهزم رأس الدنين عالميا نهر الأردن رأيت الروح القدوس لما نزل من السماء موسيقى 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 موسيقى